كنا صغار من يومين و زمننا متعب بحنين كنا صغار من يومين و زمننا متعب بحنين مقطو في بلد من الشهار شو يعني لو قالوا صغار مقطو في بلد من الشهار شو يعني لو قالوا صغار مطسور مصرق سبل و زي الضل رفقنا الامل زي الضل رفقنا الامل موسيقى هذا هيك امي بتحكي كانت ليلة كتير صاخبة هيك فيها راعد وبرك وأشياء زي هيك وأبوي راه على عمواس يجيب الداية أيامها كانت الداية بأز الرعد والمطار والشغلاتها يجابها وأجت على البيت مولود في اللاترون اللاترون عبارة عن تلة عليها مركز شرطة وفيه جمنة منه وتحت فيه اللي هو الدير اللي بصنعه فيه بيت وكروم عناب واشياء زي هيك بس طبعا أنا ما بتذكر ما بتذكر طفولتي وأنا صغير صغير ولكن امي كانت تحكي لي إنه كيف عشنا هناك وكيف كان إنا غرفة واحدة في مركز الشرطة وأبوي كان بشتغل مع الشرطة أيام الإنجليز العكاة في 43 عبارة عن تلة تلة تاب على الامواس وكان إنا غرفة واحدة بس لكل شرطة إلو غرفة هلا في 48 لما صارت الحرب ومع إنه أبوي راح على الخالصة كمان ناقله على الخالصة بس قعد سنة يمكن بس في الخالصة وبعدين صارت حرب 48 يعني هو رجع على حلحول هو بلده يعني شو بدي يعمل هناك وكيف حلو الشرطة وحلو كل شي يعني فرجع على حلحول إنا بيت في حلحول وسكننا حلحول عيشت فترة بحلحول يعني طفولتي الأولى يعني اللي أنا بتذكرها منيح بحلحول يعني كنا نلعب بس لأنا في الإصحاب وحد اسمه محمد نعمل هيك في الطين أثناء الشتاء نجيب الطين نصير نعجن فيه هيك ونعمل أشكال هيك فهمت له قبر أنا وحطيت له إزازة وقالت له هذا قبرك يا محمد راء عمل كمان قبر بيشبهو وبعدين في الآخر قاله إزازة له هد قابري وروحت هديت قبره وهيك شي وكنا نلعب هيك قدام الدار عندنا يعني فيه أرض يعني فيه حوالي خمسة دنم حوالي الدار نلعب قدام الدار هيك نلعب نصف حجار نلعب سيارات يعني اللي اليوم بسموها لاند ارت يعني فيه لاند ارت ما يشبه هذا يعني بس احنا بدون معي طبعا فنعمل طرق هيك ودووير ونعمل سيارات أسلاك ونصير سوق مش عارف ايه نسلحة منها ما فيش اشي يتسلح فيه الواحد موسيقى هذا بيت الطفولة يعني هذا من 1930 تقريباً أول خيارة 32 أبوي بدأ يبني طبعاً ما نبنى مرة واحدة لكن كان عنده في غروفة ومخزن تحت وبعدين فيما بعد ضاف كبرة العيلة ضاف الجزء الآخر هذا هون ثلاث غرف نوم ومطبخ وصالون وغرفتي هاي كانت أصغر غرفة في البيت كانت هذا إلي اللي حالي كانت يعني كنا 13 واحد هون مع أمي وأبوي وأنا رقم ثلاثة عندي أختين أكبر ورقم ثلاثة والباقي أصغر مني منطقة تغيرت كثير كثير طبعاً هذا البيت لناصر أخوي ما كانش موجود كان محله مدخل من الشارع مدخل من الشارع وفيه على اليمين وعشمال حديقة كان أبوي يهتم بالظهور يعني يدير باله عليها ويسكيها كل يوم ويعمل أشكال وغيك وكان أي عرص صبح الحور بيصير يجو يخذ الورد من عند أبوي موسيقى أبوي كان لأنه تربية عسكرية كان شديد كثير صارم حتى مع أمي مع الأولاد ومع أمي ومع البنات صارم وكان بحب الأرض كثير وكان هو يجي من البوليس أيام الأردن يعني يشلح على الشرطة والهذا وينزح على الأرض يشتهل وينادي علي طبعا تعساعدني اكنا برش لأنه خمسة دونهم لأنه زرحة باركوك وتفاح وعنب ولوز وكل شي فيه موجود فكان حب الأرض كثير وهذا هو يعني هو يعني هو أعطاني حب الأرض يعني كيف أنا أعقم الأرض فلذلك أنا أول ما أجيت على مالله ما بحب أسكن في شقة يعني يعني أمي أمي كانت بسيطة مش متعلمة يعني تزوجها و تزوجها وعمرها 14 سنة كنا 13 واحد لما أمي بدا تفطرنا نجي نقعد على الطاولة طاولة كبيرة هيك تقلي بيض مثلا هذا ما ترمل ما تلحى تلمن ببيض اللي هو خالص تعمل كمان ترمي اللي هو خالص 13 واحد مش قليل يعني وسيدي كان هو سيدي يعني جاي من مصر وإشي وهو كان ماسك الجامع هو الخطيب وكان يقول له خد أراضي مرتاح شو أخد أراضي هلا بحل هو نار يعني فعاش عاش طفولته صحب شوي أبوي فمع الشرطة كملت يعني أنه تطلع هيك صلب و و بس كنت تستنع لما يرجع أه أستنع كان يجيب لي شوكولاتة وهدايا وأشياء زيك أه المكان هذا المكان يشتغل في الخالصة ما إحنا بعد الخالصة أه يعني أنا يعني قبل قبل مسير الحرب نقلنا على حالحول هو ضل بس نقل العيلة على حالحول وكان يجي كل شهر مرة فأعرف بتقول لي إمي هيا تلبسنها الأواعي الأحلى أواعي عندي وتقول لي هاي أبوك تليجي اليوم هروح أستنع فيش سيارات يعني كان بس أشوف سيارة سودة لونها جاية أقول هاي أبوي فيها يعني فيهم يمكن تمر كل ربع ساعة سيارة أو الانجليز راح ينجي بس فااااااااااااااااااا Kunت أستنى بالفعل يعني أحب أشوفو بس لما عاش معنا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أهون كانت الصعوبة أهون وحوشين جنب بعض هون حوش وهون حوش حتى في ممر بينهم بروها اليوم كل عمامي عاشوا في الحوش اللي هو بيت جدي ابن أبوي والحوش تبع اللي هو سيدي اللي أنا لعبت فيه أكتر من هداك لأنه هدا كان هيك بش فيه حدا ومسكر كله بس أنا كان سيدي ساكن في القلية فوق وإله أخوه ساكن تحت وولاده كلهم اللي هم إخوالي ساكنين في غرف 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 تحت هذا الحوش وفيه في النصبير وفيه باب مدخل للحوش وفيه جنب الباب فيه جرة كبيرة بتذكرها وفيها طاصة بروح يجيبوا بالمية من عين الذروة عين الذروة اسمها يجيبوا بالكربة الكربة بتذكرها هذه اللي هي جلد الماعز يحطوه على حبل على رأسها وتعبيه مية وتجيبوا وتدير فيه خلاتي طبعا مية كتير باردة تكون وفيه طاصة بشرب وفيه باب الحوش اللي هو بس سير بالليل بسكره هذا فيه دراج وفيه كباب وفيه محل الغنم وفيه محل للحمير والاشياء هاي حلو يعني وحدي يلعب فيه وهيك شيء هندسة عجيبة غريبة نابعة من حاجة الفلسطيني والمثبن والمش عارب ايش والروزنة كل هذه الشغلات كانت موجودة فنطلع الدراج وعلك باب ونلعب مماهي ونلعب يعني العبت فيه حوش دار سيدي اكثر طبعا من حوش دار سيدي من ابوي يعني انا اليوم اتفاجأت انه انه الحوشين رايحات مع انه قبل ثلاث سنوات او اربع سنوات كانوا موجودات يبدو انه يستفيدوا من الارض ويبيعوها ويبنوا فيها لا عرف شانو بس احزنت كثير انا شفت الحوشين اللي هم في ذاكرتي هذولا باستمرار يعني وانهم مردمات ورايحات وراعت الحياة منهم يعني والتوتة انا بتذكرها التوتة اكبر مني بكتير اكتر مني يمكن فيها ميت سنة وكنا نقعد تحتها ونلعب تحتها ودار ودار يعني حوش دار سيدي عبدالرزاك ودار حوش دار سيدي علي ابو يوسف جران يعني بينهم بس حيطة يعني وحكيت لك انه كان ابوي يعني يشاول الأمي من فوق التوتة هاي من فوق التوتة يشاول هاي ولا تهيك كان أحب خسارة يعني انه هذالشكلات فيها ذاكرة الفلسطيني انها عم بتروح بتتدمر خسارة تحزن عن جد تحزن كأنه واحد اختيار كبير وبتعرفيه منيح منيح وعيش معاه وبعدين ما حالحول معروف إنها مرتفعة جبالها مرتفعة اللي هي 1027 متر عن سطح البحر وأبرد منطقة في فلسطين تقريبا وأعلى منطقة في فلسطين فالتلج كان يجي بكميات ولا زال طبعا إذا أثلجت بيجي بحالحول أكثر من منطقة ثانية فكان يجي هيك حوالي أقل إشي 80 سنتي أو متر يعني يجي فطبعا إحنا محشرين ونطلع نلعب بالتلج يعني فإيش نعمل إحنا ندحرج نعمله زي كتل كبير هيك كل ما ندحرج بتكبر الدعريجة وبعدين نجي ببلطة تصير نعمل القطع هيك ونبني فيها بيوت وأشياء زي هيك فأنا عملته زي بيت ودرج إلو وسطح وعملت تمثال فوي كل بعدما راح التلجي شوية يعني ضلت هذا أخر إشي الناس راحين على الخليل وجايين يطلعوا على التمثال هذا فمنهم اللي معها سيارة ينزل يتصور يتصور مع التمثال فااااااااااا من بشلال موانا بشتغل لعني بشتغل كله أبيض في أبيض والتلج هيك بطلت أشوف ستروح على البيت كل شي أبيض صار يعني أشوف البيت كله أبيض خيالي فأبوي أخذني على على الدكتور وضربني إبرة وأعطاني دواء مرهم هيك وشوي شوي راحت هي راحت تروح بدون لا دواء ولا إبرة أنا متأكد يعني بس يروح التلج بي تروح يعني عندي إشي في اللوعي بالفعل يعني وأنا نايم كانوا يصيبني رقضة معينة هيك أصحى وأطلع أطلع وأنا أكون نايم يعني أفتح الباب هيك وفينا برندة وكان الدور الثاني أنا بيطلع المتحت وكانت أمي تخاف علي أني ظل ماشي هطلع عن البلكون أو أندب أو شي فجابت سيدي هذا الشيخ علي داود هذا أبوها أبوها ما هو زي الدكتور كان في هالحود يعمل حجبة ويعمل الحق عن الناس فأدى كتب آية برآن هون مش متذكرها هون هون فقدتي وحط الحجاب وقال لأمي خليه لشهر ويتحممهوش بس يعني إذا حممي بس وجوتي بس مش على الكتابة وراه طبعا قال لأ أمي بتقول لي ببالك على الحجاب هذا هرام وقعا تلعب فيه أو شي فأنا رح تفكيته وشفت ورقه ورقه طويل هيك ومكتوب فيها إيشي زي أرقام أرقام وأحرف وأشياء زي هيك إيشي إيشي كريب يعني ومطوية مثلثات فأمي لما عرفت أنا فتحته ونجنت يا هرام عليك الله بتحطك في النار والله بسطيك وكذا ومع سيدك يا عرف تحكي لأسيدك رح ترجعته أنا وخيطته وعادي ورجعت بس بدي عارب شو جوها خلاص عندي إيشي بدي عارب شو الجوها بتقول لي أمي أمي بتقول لي بطبت تقوم بالليل ما بعرف يعني هو منه ومش منه أكيد مش منه يعني بس هيك خلاص فيه مآمنة إنه هذا سيدي إنه بيعرف للأمراض أنا كنت أشوف الإنجليز في بحل حول كامب كامب للـ اسمه كامب يعني زي معسكر للجيش البريطاني أنا كنت أشوفهم وروح ويجوا من الشارع الرئيس بباب دارنا يتنقلوا وروحوا القدس وروحوا هيك طبعا أمي تقول لي هذولا الإنجليز هذولا المستعمرين هذولا وبتذكر كمان في الحرب الثمانية واربين جابوا شهيد شهيد جيراننا من دار لحوش وبتذكر لما الإنجليز طلعوا يعني رحلوا من الكامب هذا ويعني سيارات كتير مع جنودها طالعة وراحين على القدس طبعا راحلين وكنا نطلع هيك نقول لهم أوه هيك يعني بتعرفوا لها صغار مش باهمين شو هذا ويرمونها بسكوت وبتذكر فيه سيارة خير بيت نقلوا الجنود على سيارة تانية يعني احنا بيتفرج يعني احنا بها الشارع الرئيسي وولعوا فيها النار وأجوا هالحلحول طفوها وصار يفاكفوا فيها وأخذوا الحديد آه هذي تيل حلحول بسموها تيل حلحول هاي مشهورة كتير حتى بسموه سنت التيل هذي في السنت الـ هذين التسعة وتلاتين هذا في يعني كان بحلحول في دائين بتخبو ويعملوا عمليات مع الإنجليز وأول عملية والتانية عملية في بيت خيران في منطقة اسملة بيت خيران عملوا عملية ان قتل فيها 4-5 من الإنجليز وآخر عملية عملوها تبعت بيريسبيل بسموها بيريسبيل في طيارة ماشية أطلقوا عليها النار بالصدفة صبوها وسقطت ووين سقطت في واد هيك فعملت انفجار انفجار هذا طلع مية فسموه بيريسبيل كانوا يعبوا منه مية لأهل البلد وإشيه فالإنجليز داقت فيهم هذا ما اش عجبهم انه في أسلحة وفي فدائيين وفي عمليات وفي كذا فراحوا جمعوا كل أهل البلد الشباب والاختري كثير لا بس يعني الخمسينات والستينات جبوهم على المدرسة وحطوهم في الملعب وحطوا تيل عليهم شو التيل اللي هو سلك شائك يعني وخلوهم حوالي عشرين يوم بدون أكل ولا شرب ولا قطب ولا بيناموا على الأرض هيك وفي منهم مات كثير ويعني في العطش دبحهم دبح وفي بعض اللي كانوا جوا يقولهم في عندي سلاح أسلموا كيف تطلعوني يقول لهم اه يروحوا معاه في واحد منهم نط في البير عشان يشرب أخذهم على بير ونط في البير وطخوه في البير وفي واحد كمان قالهم في عندي إسلاح وإشي رأى على عين يعني شرب وبلل حالة بس ما طخوه أشياء كان بس رجعوا وضربوه ضربو ورجعوه لما رجع صاروا كلهم من الأواعي يشربوا مية ويمصوا المية إشي رهيب رهيب يعني وكل النساء كانت تيجي كل يوم تجيب أكل وترمي وصيروا تقطق عليهم ويرجعوا يرموا أكل ويرموا إشي فيه مية وإشي هاي ما يخلهم إشي وفي الآخر النساء هاي أملت ساي مظاهرة نساء حالحول لأنه كل رجال جوه أملت مظاهرة وطلعوا من حالحول للقدس على المندوب السامي وظلوا قاعدين عند المندوب السامي قالوا من يطلعش من هون غير لما تفرج عن هذا كلهم أبرياء ما يعملوا عمليات الفدائيين هارمين في جبل هدول أبرياء ليش تقتلوهم عمالكوا بتجوعوهم المهم بالآخر قرار المندوب السامي إنه يفكوا التين مات يمكن أبو أبو 25 مواحد من المستويين يعني الاختياريين وكانوا بأي شي قاسي جدا يعني اتعاملوا مع الناس بطريقة قاسية وما قدروا وظلت العمليات ماشية وحاليا سمعت القصة سماعي سمعتها من أمي وأبوي يعني أعكوا عن المسارط في اللبن اللبن كان فيه الطريق القديم قديم تذكر كان فيه معرجات عم تزكر معرجات كيف المعرجات بتودى على ريها نفس الإشي بس بس جاي بطريقة أطول هيك فأجوا على اللبن وأجى الجيش هناك الجيش الإنجليزي وأجى فيه باص بالصدفة جاي هيك نزلوا ركاب منه وأخذوا الباص بدهم يروحوا يعتكلوا حدا أو إشي هيك فالشوفير مشى معهم لما وصل منطقة عالية كتير نزل في الباص هيك يعني هو استشت طبعا نزل في الباص كل الجنود اللي في ماتوا تقريبا عشرين واحد كانت عملية فظيعة عملية جريئة جدا منها الشوفير هذا البطل هادا العملية أنا سمعت عنها بس ما طبعا ما شاهدت إشرينا حفظ الشوار يا غيب والناس يا صاحب يا حبيب أنا كان فوبيا من المدرسة لأنه كان عندي فكرة أنه المعلمين بطلبوا وهيك كزي النظام عسكري لعدما والولاد الثانين يحكوا الأكبر مني يعني اليوم ضربنا الأستاذ وفهذا بش عارب إيش وجلدنا وحط صرارة بذاني وهيك عص عليها وهي الدم نازل يعطونا فكرة أن المدرسة كتير شديدة فلما روحت عصف أول وأنا هايب يعني مش عاب أروح على المدرسة وروح عيط يعني بديش أروح على المدرسة بالفعل المدرسة يعني أنا اكتشفت أنه التربية كتير بددنية مثلا كان في شيخ الجامع يعلمنا دين اللي هو كان يعلمنا فن واللي هو بس والله أنه كان فهمان يعني هو اللي اكتشفني يعني أني أنا فنان فيه كان عندنا طلاب من منطقة اسمها بقار فيها العول هادي خص بالأرض هناك فيه رمان كتير هناك فيوصل مع المين يجيبوا عصي اليوم اليوم بيستعملوا البربيج بربيج الكهرباء بس كان زمان أسر رمان وفيه كان أستاذ من دار عناني اسمه طهر عنان عمي بيكون كان عنده شنته كرباج الكرباج هالطبع بلفه هيك بأطلف عالشنته وإيش يضرب عالراس وكنا نحلق عالصفر يعني كل ممنوع في المدرسة واحد يربي شعره لعند صف سادس ابتداي وبعدين لما تصير في الأدادة يتربي شعرك يضرب عنده خبرة بالضرب يعني ما تجيش بالأين ولا يضرب عالراس هيك يصير في حز هيك ينتفخ شغل عسكرة شغل تعذيب كان عندنا مدير هيك ناصح ولوكرش هيك يعني برضو كمان بتعرف ذا المعلمين هيك فبالك المدير يصفه هالطلاب كل يوم صباحا ينجدوا نشيد هيك ولعبوا شوية رياضة ويفوتوا على الصفوف بس كان يطلع على سنسلة هيك قدام للطلاب كلها يطلع اي واحد مثلا والله فلان اذنب سوى هيك هيك يجيبه يجلده البواب يمسك اجريه واحد يمسك ايديه يجلده على أفاها هيك ها هذي كانت كل يوم كل يوم كل يوم بالنسبة للشعر كان يجي المدير يطلع على انت شعرك طويل انت شعرك طويل اطلع على الحلاء يلا انت 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 ويجيب الحلاء وين في افا المدرس مستأجرين بيتك والعم البيت في برندا يكون حاطة كرسي صغير ويروح بتعريفة كان يعني ايما كان كرش اردني او بتعريف بتعريفة تهلي بس كان طبعا يكونوا قاعدين على حفة البرندا يمكن عشرة خمستاش كل يوم كل يوم يحلو ممنوع انه شعرك يطل فييجي الحلاء ينظف المكينة بين واحد و الثاني بالكاز كاز يعني يحط كاز ولما يحلق لك هذا بصير الكاز يسرسح على البوجه يكبرون يقولوا ايات الله وكان قال الحلقة اسمها فرينكا ايامها فرينكا يعني يعملك خط من ورا هيك يقيملك لزيادات بس من هون هادي بقرشي أما الحلقة العادية هادي بتعريفة كن نظر من يومين وزمننا متعب بحنين كن نظر من يومين وزمننا متعب بحنين متعب بحنين مقطف بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار مقطف بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار متصور مصر سبل زي الضل رفقنا الأمل زي الضل رفقنا الأمل